موسيقى 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 وتانية فلندن. وجمايكا فلندن يوم اربعة. ان شاء الله يبقى النتيجة ايجابية. نتقدم شوية بشكل جيد للمنتخب. وكل ده بيارضة كما بيتحس ان المنتخب فيه تقادم. بتحس ان فيه استقرار. وكورة ان شاء الله ترجع زي ما كانت وافضل كمان. بالزبط كابتن مصطفى. الحقيقة انا اخترت من ضمن اخبار النادي الاهلي اه نقطة مهمة جدا كنا دايما كنت بتكلم فيها كابتن متحط. وده شيء مش هنقدر نغفله نهائي بالنسبة اللي لعبتنا ونجمنا كلها في كل اندية مصلحية. ودي كانت ازمة كل الاندية. نعم. لكن دايما الوعود لما اتحقق كابتن متحط بي فيه مصداقية عند اللعبة. وده اللي حصل بالزبط في النادي الاهلي واللي اشار به الكابتن على عبدالصادق مدير الكرة هذا الرجل المحترم الفاضل. اللي من انجح مديرين الكرة اللي اشتغلوا في النادي الاهلي الحقيقة. مع مجموعة كبيرة جدا من 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 ولاد النادي يعني. نعم. اه وهي بتتمثل في اه لم الشمل. لم الشمل بعد الاداء الغير جيد. اللي فماتش اسموحها. حصل ان اللعبة اخدت دفع من مستحقاتها. واللي عجبني في الموضوع ان فيه شفافية كابتن متحط. كابتن على عبدالصادق بيقول ايه? ان حسب الوعد من منص محمود طهر رئيس النادي الاهلي. انه وعد اللعبة. وعدين بيقول من وسائل التركيز. يعني يعني الفترة اللي جاية على توفير كل وسائل التركيز لللعبين مشيرا ان الدعم المادي هو جزء من هذه الوسائل. نعم. فبالتالي اللعبة طبعا وضع اختلف تماما من ماتش الاتحاد. اه لما نيجح نتكلم فيه. وقال لكابتن العبدالصادق ان الفضل اللي جاية هتبقى افضل كتير ان شاء الله خاصة النادي الاهلي اه اه اعتلى القمة لمدة ساعات وبعد كده اسموحها وان شاء الله يوم الحد. طبعا بالصفة اهلاه ومش اقدر اخبي طبعا يعني. الاهلي اعتلى القمة وساعتها هيبقى الفريتين متساويين في المباريات. والاهلي يكمل لنهاية المسيرة باذن الله. نعم. كل التوفيق لعلى عبدالصادق والفريق الكورة وللنادي الاهلي والنادي الزمالك. جميل. والحياة الدوري واللع. اه ما حدث نتكلم جواتي في كل الاحتمالات. احنا اتكلمنا الاسبوع والفاتح هنرجع نتكلم النهاردة في احتمالات اخرى. قلينا اقول لحضراتكم انه خلاص رسميا الاهلي هلتقي مع المحلة او هي مباراة المحلة. المحلة والاهلي. في المكس. هتبقى في استاد المكس بمشيات رحمن يوم الاحد القادم. هتبقى الساعة اربعة. اربعة. اربعة زهرا. خلاص. والمينيا والاسماعيلي يوم الاتنين في الدفاع الجوي الساعة ستة مساء. مباراة مهمة جدا للاسماعيلي. طب. وباقي مباريات الاسبوع هتبقى يوم السلساء بمشيات رحمن. اه. لانه الزمالك هيلعب ايضا على ملعب الدفاع الجوي. يمكن الاسبوع ده بعد انتهاء المباريات دي المسائل هتتضح بالنسبة كبيرة للغاية. صح. للغاية. طيب. الخبر التاني السريع ان الاهل يا كابتن حسن وافق على المشاركة في بطولة كاسماس. كان في كلام. يوافق ما يوافقش الزمالك كان وافق. الاهل النهاردة هو المجلس اللي فاتح كابتن ميت حتى ما كانش موافق. اه. لكن هذا المجلس بعد طلب الكابتن فتح مبروك. اه. بعد طلب الكابتن فتح مبروك. اه. المجلس وافق لان ما ينفعش كورة من غير اهل وزمالك. نا. ما ينفعش. باي حل من الاحوال. اه. يعني انا راجل بنتامل النادي الاهلي. ودي مش سر. ان تعرف الوضوح والصراحة يعني. ان احنا عادينا بنتفرج ماتش اللي فاته. وعايزين زلك يجيب جول. لان ما ينفعش الزمالك يبعد هزيه القامة الكبيرة في الرياضة وفي كورة المصرية. بزاب. انه يبقى في النادي زمالك مش موجود في في المربع الزابة يا كابتن حسن. نا. كابتن فاروق. فطبعا اه جينا حي الكورة المصرية. عشان. المتعة والاصارة والتنافس. كابتن في نقطة محددة. النادي الاهلي. اه وافق يعني بعت النهاردة الاتحاد الكورة. عالموافقة في المشاركة في كاس مصر. ام. انت بسألني انت انت اللي عارف انت مدير الفني. ما انا لغاية لغاية ساعة خمسة. اه. لغاية ساعة خمسة. احنا اه. ما مجناش احنا مدين فرصة للنادي الاهلي قاية يوم السابتة حيرد علينا. ام. ان هو هيشترك في كاس مصر. نا. مش هشترك في كاس مصر. اه. ده المعلومة بالدكة. اه. الخبر. بس هي مرتبطة كابتن متحة مرتبطة بالراعي للنادي الاهلي. برافو عليك. اه اه. يعني هي هي نقطة مهمة جدا. اه استاذ في المنطقة دي. يعني هو الاهلي. وانت عارف ان كان فيه مشكلة كبيرة جدا السنوات اللي فاتت. اه. على حكاية الرعاية. وفقا لله يا كابتن حسن الرعاية الكاس من حق اتحاد الكورة. بزبط. فالاهلي كان له راعي والاتحاد له راعي مختلف. لا بس اهل كده كان الرعي واحد. المراضي الرعي واحد. هو. انه بل فاتت. اتحاد الكورة بقى اللي هيوفق دي. ان شاء الله. انه واخد الرعي هو هو لجل عيون النادي الاهلي. عشان ما بقي فيش conflict of interest يعني. كبير كبير. فتفضل مساء المشا. الكبير كبير يا مكافر. لا لا والزبالك نفس الوقت. اه طبعا اكيد. عشان الدنيا تمشي وكاس يتلعب. ان شاء الله. بس هو طبعا انتو اخدتوا قرار راعي في اتحاد الكورة انتو استسنتوا لاهلي وزمالك من دور يعني يلعبوا دور الاتنين وثلاثين على طوح. بس برضو ده سؤال برضو كابتن نروح لكابتن فاروق ونسأله السؤال ده يعني. اه. وهيتلعب ايه متكاس مصر. هيتلعب. لو تواريخ. لو تواريخ. لا معلش. لا احنا هنبص بقى للظروف بتقلقي هتبقى حصلة. يعني احنا النهاردة هنبدأ لما يتبقى فيه اربع فرق هيلعبوا من دورين ولا من دور واحد. لا. دي حاجة لسه متعرفة. مبضى هيجيبها هيجيوب عليها فاروقها. هتبقى ايه مش عارفين هلعبوا من دور واحد ولا ايه انت متعرفش حال لسه مجتمعتوش وما قررتوش مسلا. او او هنلعب من دورين. دي حاجة. الحاجة التانية ان انت مش هتبقى فيه اي مسابقات بتتلعب اول ما يبدأ كاس العالم. نعم. يعني اذا عندنا من اتناشر ستة لغاية تلاتاشر يوليو. مفيش اي حد هيلعب اي مسابقات. لا لا في لابة كابتن. بنا سمعت يا كابتن. اللي انا عرفه. ان اللي اقول عالم رحض بعت لاتحاد الدول وخد موافع كابتن حسن. هو الفكرة كابتن حسن. خد موافع من الاتحاد الدول ان يلعب اثناء ال انا اريت. 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 فاروق لسه مشوية بيقول لنا. لا يفتع مالك في المدينة. ان هو ممكن لو حصل اي حاجة او اي تدخلات حكومية في في اه في كرة القدم او في الرياضة او 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 او. هيوقف في النشاط خالص اتحاد الدول. انا هجاوب حضرتك في الوزاية دي. هو نمرة واحد بما ان انت مالكش منتخب بيلعب في بطولة كاس العالم. دي بتخليك في منطقة محيدة من البطولة. ادي واحد. كويس. اتنين جميع مبارياتك هتتلاقي في غير توقيت مباريات كاس العالم. مباريات البرازيل من اتناشر حضرتك وانت. يعني في وقتينة ده. احنا نلعب بقى الساعة اربعة خمسة او اربعة خمسة او. يعني من اتناشر وانت طالع. فبالتالي القصة هتبقى الظهريات والعصريات والمغريبيات. احنا بنتمرن دلوقتي. والمشاعدين كبال لازم تمرن. ايبو علي احنا بنتمرن دلوقتي. او مشاعدين. دي بقى ان من اتناشر من تلاتاشر خمسة لاتناشر ستة يا كابنان حسن. مفيش دوري. وهو دوري وقف ودي. فعندك الجزء ده تقدر تلعب فيه ما تشت كده جدا. هو ده الكلام. هو على فكر هو ده انا طبعا انا نهاردة كنت بكلم على الحاجة عامير كنا كان فيه اجتماع النهاردة. اه وكنا بنتكلم في التوقيت بتاع كاس مصر. ان احنا بنشتغل ان بعد يوم تلاتاشر الدورة حتوقف. نعم. لغاية اه ستة ستة ستة. ففترة طويلة جدا. اه نقدر نشتغل فيها كاس مصر. نعم. او او فيه فكري تاني. لسه يعني ما فيوش تأكيد. ولكن ان شاء الله. هنشوف يعني الحاجة اللي فيها. اللي فيها يعني. هتبقى فيه حاجات اصلة. وهي انتخابات الرئاسة. وا 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 وا. 26 و 27. 25 و 26. برضو كابتر. بس من يوم 22. من يوم 22 في الشهر ما. ما فيش كورة. لغاية ستة ستة. اه. لغاية يعني ما فيش كورة. عشان نفضل الدعاية. جميع. طيب. عالبارك. انت روح تروح لأول تنتخب والمشاكل. غير ما تقول هتنتخب مين. كله لازم ينزل الانتخب. طبعا. مش كده كبير. اذا كنا احنا عاوزين بلدنا ترجع كما كانت. ان شاء الله ربنا حميها بازن الله. لازم الكل ينتخب. على حاسب ما هتنتخب. اه براحتك. اه لا براحتك. اه لا براحتك. الاهم. الكسافة. الكسافة. بس. طبعا. طب يراك في لقولك ايه. لا احنا مقاطعين الانتخابات. يعني ايه ماش مع. يعني ايه مقاطع الانتخابات. دو ناس مش مصريين الاختيار ده اكبر غلط. اما كل واحد يقول ايه. طبعا احنا عارفين من اللي حينجح. يعني انا مش هنزل. يعني. ما اقول الكلام ده 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 الصوت الواحد بيفرق. نعم. فاحنا لازم نكون بقى عشان نقول بقى ان في مصر وان في ديمقراطية وان في بلد جديدة وان في فكر جديد. كله لازم ينزل الشارع. كله لازم ينزل صوته. هو ده. هو ده. لازم نعبر عن بلدنا. ونغمة. نغمة مش حبينها كمان. نغمة يا كابتن مش حبينها. ان اه اه. الشباب حياطعوا الانتخابات. لا لا. انا في اقومة وجهة نظر الكلام ده مش مزبوط حال. مش حقيقة يا كابتن مش حال. ونازل بتحاول دوشيه. طبعا طبعا. طبعا. لكن انا انا في اعتقادي ان الشباب اللي عملوا دور كبير جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا. هيبقى لهم ليهم وجهة نظر واليهم دور. ان شاء الله يكون ايجابة لصالح مصر. يعني احنا بنقولك اختاروا مينة. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني يبقى عرسة عظيم جدا وديمقراطية رائعة وكله ينزل ويشارك ويدي مظهر حضاري البلدنا. طيب. ان شاء الله.